خلونا نبدأ بماجي ماجي في مسلسل ميت وش والحقيقة ده مسلسل هايل يعني استمتعة جدا وأنا بتفرج عليه هو ميت وش للمخرجة المبدعة كاملة أبو زكري كاملة بتتحدى نفسها كل الفنانين في هذا المسلسل في مقدمته منيلي كريم وآسر ياسيم بيا بيتحدوا أنفسهم بشكل كبير لأنهم بيقدموا شكل آخر من الدراما هو الكوميدي ودول ناس كانوا دايما متعودين على الدراما والدراما العميقة جدا زي نيلي نيلي كانت دايما الدراما الكئيبة لكن نيلي بتتحدى نفسها كاملة أبو زكري بتتحدى نفسها وكل العاملين في هذا المسلسل بيتحدوا أنفسهم والحقيقة احنا وقفنا قدام ماجي دور ماجي أو الفنانة الشابة عولا رشدي اللي بتشارك استنادي بمسلسلين في هذا الموسم الرمضاني ميتوش وأيضا بنحب تاني ليه مع الجميلة ياسمين عبدالعزيز ماجي أو عولا رشدي عملة دور رهيب عولا عملة دور مختلف جدا وهي كده منكوشة وشهراء منكوش يا عولا مساء الخير نهلا مساء النور زي حضرتك زيك 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 حبيبتي أولا أكيد أنت يعني شفتي أكيد شفتي ردود الأفعال على ماجي عملة ازاي آه آه يعني واحد تخضي بصراحة الحمد لله آه كتان دور صعب على فكرة دور له كده خصائص يعني وانتي بتقري سكريبت ما خفتيش يا عولا ما قلتيش لا أنا خفت جدا أنا خفت جدا علشان يعني أستاذة كاملة طبعا دي حاجة لك تمتمناني بس هي كتعاوزاني أنا فده خوفني جدا علشان أنا طول السنين اللي فاتت دي كنت بحاول أبعد عن أنا يعني كنت بحاول أبعد عن نعمل أدوار آه يعني مجنونة يعني هي زي تامر وشوئية لحاجات اللي هي أوفر وكده فكت عاوزة جاءتلي أنا عاوزك أنتي إزاي منتي فأنا بس أنا حاولت أذاكر الدور بحيث أعمله أنا بس يعني لو بروفايل يعني مكنتش عاوزة بقى آه مكنتش عاوزة بقى صوتي عالي مكنتش عاوزة بقى آه مجنونة يعني يعني أوفر ما هو الشخصية دي أصدق ممكن تبقى أوفر يعني ترمي كده على حتة أنا مكنتش عاوزة فكت كتت صعبة جدا مسرح بالنسباني ممكن ما كتش تبقى باينة يعني بس أنا بالنسباني كتت صعبة لا أنا أمسك نفسي أبقى يعني أمشي في الدور زي ما أنا زكريه وأفضل فيه من غير ما تحلف مني لكن علا هي دي علا مش كده يعني هي دي جزء كبير من الملامح علا رجدي آه آه جزء كبير بس أنا يعني طبعا في باكراون بتاع ماجي اللي هو مش أنا يعني اللي هو مش عولة اللي هو الصهر والبتاع والضربة يعني كل حاجات اللي هي دي والشربة والأه وأن هي ما بتحبش ما بتتجوزش وتحبش العيال وكل ده كل ده مش أنا طبعا واللي هي درسة طبعا برا ومنطلقة جدا وعاش لوحدها وفيه جزء منه جوايا أنا بس يعني معظمه أنا بقى عملت قلت أركز قوي في الشخصية بحيث ما يطلعش يعني حاول يبقى في كده يعني خط ما بين أنا وما بينه غيرتي حاجة في سكريبت يعني وانت بترسمي الشخصية كده وبتشوفي هتلبسي ايه هتعملي ايه هتتصرفي ازاي ايه شكل النضارة اللي انت بتلعبي بالنضارات كتير آه غيرتي حاجات في الشخصية علا؟ آآ ما غيرتش حاجات بس أنا آآ آآ يعني زكرت أحد قعدت أدور وعمل ريسورتش على الماجي دي شكلها عاملت زي آآ فبصيت على البنات ممكن يبقى عاملت زي يعني مثلا بيلبسوا بيحطوا مانيكور اسود آآ على طول فأنا حتى مانيكور اسود فضيات بلبس فضيات كتير آآ فيه ستايل معين يعني لما نزلت أدور على اللبس بتعمي جدا هي بتلبس حاجات معينة جدا آآ ممكن تبقى اسمها جرانج يعني أكتر هاريوة آآ جرانج لوك يعني هو آآ آآ ودهو يعني وكحلة على طول واسود وكده وبوتس وحاجات مقطعة ويعني كان فيه حاجات أكتر من كده بس يعني قلنا يعني ان نلم الدنيا شوية نلم الدنيا شوية الشغل مع مع آسر ونيلي وانتي عارفة ان نيلي بتشتغل كئيب دي نيلي صاحبتي بس نيلي دراما 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 وكملة بو زكري كمان وآسر ده جديد برضو عليه انتي بكتش قلق انا انه كل ده جديد في جديد يعني انت الوحيدة كوميديانة بجد يا آآ أنا كنت مبسوطة ان هو مش هطلع كوميدي يعني فارس بقه كوميدي من اللي هو ده كان مطميني مبدأين كنت عارفة انه أصداد كامنا تعمل حاجة حقيقية وده اهم حاجة والسكريبت حلو جدا فسكريبت مكتوب المواقف هي لكوميدي فما يفعش تجلق يعني مواقف كوميدي والكلام مكتوب بطريقة ان انت حقيقي جد احنا مش بنهزر احنا مش جايين نرمي ارفعات احنا بنمثل بجد يعني ده ادور بجد وموقف يترمينا فيه كلنا فهو موقف بلاحك فانا كنت عارفة اش ان احنا جد كلنا بجد كله عمل مجهود يعني وليلي وآسر كنا داخلين لا جد فانا كنت عارفة ان هو الجدية من الموضوع هيطلع كوميدي مع استاذة كاميلا اكتر حاجة بقى اكتر حاجة بتدحكني هقولك لما كلكم بتتكلموا في نفس الوقت انا بحيث ان كاميلا بتقولكو شوت فكلكم بتخلو مش كده كلكم بتتكلموا في نفس الوقت ودي حاجة بتقلق برضه علشان بيبقى فيه مساحة للارتجال بتخلي ساعات يعني ناس كتير تبقى عاوزة تقول فدي حاجة تخوف يعني انا بالنسبة لي دي حاجة تخوف لما انا عاملة شخصية معينة مثلا النماج دي على طول مثلا بتشكر كده ودماغ ومش مع حد فلما فجأة فيه مساحة ان انا اتكلم طبيعي ان معظم الناس اذا تمنا هقول بقى تمنا يلا بينا نقول فديكو بحاول بحاول ألجب نفسي ان هو لا انت مش لازم يعني هو لو فيش حاجة اقولها فمش لازم اقولها عشان هو مش لازم الواحد دايما يكون بيتكلم يعني هو اهم حاجة تمسك الشخصية سواء فيه كلام ولا لا مش دالة يخليك مثلا عمالتي الدور احلى ولا لا لا انت تمسك الشخصية والكلام يطلع في الوقت المناسب اللي محتاج يعني يتقال في حاجة يعني عولا انت في ميت ويش وكمان موجودة مع ياسمين عبدالعزيز ونحب تاني ليه بس شخصية مختلفة خالص عن ماجي اه اه شخصية نيفين هي بنت متطلقة ونفسها تتجوز يعني عكس التحقق خالص وتشتغل مع ياسمين في الديكور مساعدة لها ومساحبتها جدا فلا شخصية تاني خاصة وكنت انا مبسوطة ان كان في دورين مختلفين اقدر ايه او اقدر انا خليهم مختلفين واجرب كده قلت السنة دي اجرب كده احاول اعمل الشخصية دي غير دي واخاول العب هنا بان انا صحبة ياسمين اللي اتصق فيها وبعد ادي انا صايح وكده وفافسر اتجوز وان انا شخصية بقى سكة تانية خالص اه 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 انه اقرب في يوم لعولا ماجي ولا نيفين اه اه والله هي نيفين كتأسهل يعني إن فين بالنسبة لي كانت أسهل كنت منطلقة أكتر وصايبة نفسي أن ألعب أنا وياسمين كنت رايح ألعب فحاساً هي كانت بالنسبة لي مريحة ما يجي ممكن تكون الناس تفتكر أنها أقرب لي بس خدت مني مجهود أكتر أنت وأحمد ده صوت الولادة آه آه أتوقع بأيهلو أحاول أرجز قبل ما عاملة إيه معاهم أساساً في الحظر أقول أنت خلصتي ولا لا 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 ما خلصتش أنا خلص آخر رمضان طب وعملة معاوي ده من أصعب آه لا من أصعب الأوقات في حياتي اللي بمري بيها بصراحة من كل حاجة يعني واحد ما كانش متوقع خالص أنه هو يعني لما يبقى عنده عملين قبل رمضان والزنقة ويصور كل يوم يبقى في نفس الوقت اللي أنات في البيت وفي كورونا وفي حظر لا 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 يعني نايتني يعني بصي حابك أيوة متخيلة لا لا يعني آه لا لا حسن يعني نايتمير يعني رهيبة بصراحة كابوس وانتي وحمد داود الحقيقة كمان أنتو اللي اتنين بتشتغلوا يعني هو عمل دور رئيسي في لعبة النسيان مع دينا الشربي لعبة النسيان بالزبط بالزبط تلحايت تفرج عليه أو هو بيه اللي حيتفرج عليكي مش لحقة أنا مش لحقة خالص لأ يعني لسه بقى بعد رمضان كده بقى قعدة بس بسمع يعني حاجات حلوة عنه وحقق بقى تفرج بقى وعلى حاجات تانية برضو بطير يعني سمع أنا حاجات كريسة تجبلنا الولاد كده بدل بأم عادي لا 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 مستحمي بقى ولابس بتاعه ماذا شدوزي أس استنى استنى حالي استنى حالي لا لا استنى بس شدوزي بس هل أريد أنت بيشي كم يعني اه اه ارجع قليلو ييجي يسلم على طنت ولميس عادي عاستي بتسلم وانا كم ينسين قليلو هاي قليلو ييجي قليل هاي هو خجول بقى فوان ايه عاستي سمع اسمه ايه أساسا لا مش عايف اسمه آدم طب قليلو آدم ييجي يسلم علي يا آدم لا هيخن السماعة ويجري بيها دلوقتي تعالي يا آدم عادي السماعة عنده كم سنة عامده كم سنة ستة عامده ست سنين والأصغر ولا ده الأكبر اه لا ده الأصغر اه الكبير عندها تسع سنين اه طب مين بيقعد العيان بقى وانتي بره و لا او بص حالك لحد دلوقتي يعني الحمد لله فيه طبعا يعني حد بيساعدنا وكده بس الحمد لله الحد دلوقتي بيصادف دايما ان لما يكون عندي تصوير أحمد بيقعد في البيت ولما أنا بقعدة هو يعني سبحان الله فعلا اليوم اللي أنا عندي فيه هو مثلا بيقعدنا بالنهار هو عنده بالليل أنا أقعد أنا بالنهار اللي هو عنده كده بقى فديني عند ربنا بقى ما عندكيش مذاكرة أونلاين يا يا أولا كده عندي طبعا يا حلاة عندي طبعا من تسع السبح كل يوم برافو حبيبتي من تسع السبح بقى و الاسس بقى ولازم يكتبه ويقره فيه بحث كمان عربي جميل الله لازم يتعامل عن الكهرباء الله عن الكهرباء ان شاء الله خير ان شاء الله وفوائد الكهرباء واضرار الكهرباء شوف مين هيكتبه بقى شوف مين هيكتبه ماما مش فاضية شوف مين هيكتبه عندها مسلسل ربنا نساء يعني أنا عايزة أقولك أن بجد أنا شخصية مستمتعة جدا بالمسلسل مستمتعة جدا بدور ماجي بستنى اللقطة اللي انت بتطلعي فيها عشان بتحك أول ببتسم قولي لي إيه أحلى كواليس الجو ده وانتوا بتصوروا في الكورونا والبخ تعالي يا آدم تعالي تعالي يا دموس تلم على تاني هاي هاي يلا خلاص أحلى لأ طبعا هو الكواليس كلها خطيرة يعني العصابة كلها بينها يعني يعني كواليد خلالة جيزة تبعا صعبة ده أوشين إلافن المصري يا عقية آآ 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 أوشين إلافن المصري طبعا مع الاختلاف أن أنا بدور على براد بيت بصراحة بالزبط في يعني إن شاء الله العمال الجاية كمان تبقى حلوة وهيعد أتفرج على ميت ويش وأقول لك رأيي إن شاء الله بإذن الله مرسي إن شاء الله مرسي جدا أولا رشدي ألف ومبروك على الدورين بس أنا أحب ماجي أكتر بصراحة بشكرك أولا رشدي إحدى بطلات ميت ويش مسلسر رائع لكملة أبو ذكري وهيكون يعني حنتكلم عنه كتير